اشتركوا في القناة اشرف حاكيمي يكشف تفاصيل متيرا عن علاقته بمونير المحمدي تحدث اشرف حاكيمي لعب باريسان جرمان عن وثقة العلاقة التي تربطه بمواطنه مونير المحمدي حارس مرمان نهضة بركانة لافتن الى نحى معارين الوحدة السعودي السابق احد رجال تتقى بالنسبة لها وقال حاكيمي في تصريحات لمجلة جيكيو احتفظ منذ سنوات بعلاقة مميزة مع حارس مرمى المنتخب المغربي مونير المحمدي انه احد رجال تتقى الذين يمكنني البوح لهم بكل شيء من المميز ان يدلي المرء بكل شيء والسهمة اللغة الاسبانية التي اتحدث بها حاكيمي والمحمدي في توضيض علاقة الصداقة بينهما كما انهما بدأ منذ مدة في اكتساب الدارجة من فرط مجورتهما للمنتخب المغربي يذكر ان حاكيمي والمحمدي حقق انتصارين هامين في نهاية الاسبوع الماضي حيث فاز الاول رفقة باريسان جرمان بينما فاز الثاني مع نهدة بركان تصريح تاريخي من مدرب باير مينيخ على ادم ازنو بعد اول مباراة له مع باير مينيخ اعرب فينسيند كومباني مدرب باير مينيخا اعجبه بلاعبه المغربي الشاب ادم ازنو الذي شارك يوم السبت في مباراته الاولى مع الفريق الاول للنادي البافاري وجاء ذلك خلال تصريحاته بعد الفوز الكبير على يونيون برلين بالنتجة اربع سفر ضمن الجولة التاسعة من الدورة الالمانية وقال كومباني لقد اكت دائما اننا سعداء جدا باللاعبين الشباب الموجودين في الفريق ادم قام بعمل جيد في التدريبات وكذلك مع المنتخب الوطني المغربي حيث يشير المدرب البلجيكي الى تواجد ازنو في قائمة المنتخب المغربي خلال اخر ثلاث مباراة حيث تشارك اساسيا ضد الازوتو في شتنبير الماضي في اطار تصفية كأس امام افريقيا واضف المدرب يمكنه ان يكون فخورا بنفسه وكذلك والدي عليهم ان يفخروا به ويشعروا بالسعادة لكن عليها ان يواصل العمل فهناك الكثير من العمل الذي يجب القيام بها الجدر بالذكر ان ازنو البالغ من العمر 18 عاما دخل كبديل في المباراة امام يونيوم بيرلين حيث دفع بها كومباني ليحل محل زميله البلجيكي الفونسو ديفيز الضروري حكيم يستحق الفوز بالكرة الذهبية الافريقية اكد ان الضروري لاعب فريق لنسا الفرنسي ان مواطنه عشرف حكيم ظاهر بيريسان جرمان يستحق الفوز بالكرة الذهبية الافريقية وقال الضروري في تصريع سعفيا حكيم يستحق الفوز بالكرة الذهبية الافريقية لانه شخص رائع رغم صغر سنه فانه قائد حقيقي وبماتبة الاخ الاكبر بالنسبة لي ومن المرتقب ليعلن الكاف عن الفائز بجائزة افضل الافريقيا في عام 2024 يوم الاثنين السادس عشر من دجمبير المقبل ان شاء الله وتضم القائمة اللاعبين المغربيين اشرف حكيم من بيريسان جرمان وصفيان رحيم من العين الاماراتية علما ان الحافل سيقام في المملكة المغربية وتحديدا بمدينة مراكش ابو خلال مرشح للعودة الى منتخب المغرب والتحديرة للرقراغي يعتزم مدرب المنتخب المغرب الاول وليد رقراغي استعادة عدة اسماء بارزة لخوض مبارة القابون والزوتو يومي الخامس عشر والثمين عشر من نوامبر الحالي لحساب الجولتين الخامسة والسادسة من تصفية المجموعة الثانية المؤهلة الى بطولة كأس امم افريقيا المقارر اقامتها بالمغرب خلال الفترة الممتدة ما بين الخامس والعشرين من دجامبير الفين وخمسة وعشرين والثامين عشر من يناير الفين وستة وعشرين ومن المرجح ان تشهد القائم النهائي المستدعات بعد التعديلات بضمي السيدة اسماء على الاقل غابت عن مواجهة افريقيا الوسطى اضافة الى استدعاء لاعبين اخرين بعد غيابهم عن كتبة المدرب وليد رقراغي منذ عام كامل كما هو الحال بالنسبة الى هدف نادي تولوز الفرنسي زكري ابو خلال الذي حرمت اصابة قوية في الركب من المشاركة مع منتخب اصد الاطلس في بطولة كأس امم افريقيا بالصاحل العشر وذكر موقع العربي الجديد انه حصل على معلومات من مصدر بالجهاز الفني لمنتخب المغرب افد من خلالها بان المدرب وليد رقراغي تابع باهتمام بارغ تألق اللاعب ابو خلال مع نادي تولوز الفرنسي في الفترة الاخيرة اذ يعد حاليا هدفه الاول ما يعني ان صاحب الاربع والعشرين عاما استرجع جميع مؤهلاته الفنية والبدنية ودفق قائلا من المنتظر ان يعاود ابو خلال غياب نجمي نادي باير لفيركوزنا الالمانيا المصاب امين عدلي خلال مواجهة الجابون والليزوتو نظرا للمؤهلة التي يمتلكها علما بانه كان ضمن ابطال ملحمة موندي القطر الفين واثنين وعشرين حين بلغ منتخب المغرب المربع الذهبية وعلى الصعيد المتصل اوفدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لجنة الى مدينة فرنسفيل الجابون التي ستصدف مباراة منتخب اسود الاطلس من اجل تفقد ارضية الملعب الرئيس والاقامة وملعب التدريبات وفي هذا الاطار كشف مصدر مقرب من منتخب المغرب حسب موقع العرب الجديد ان اللجنة المذكورة وقفت على سوء ارضية ملعب فرنسفيل ولد طالبت المدرب وليد راقراكي بالتعامل معها بحضر حتى لا يتعرض اللاعبون لاصابات خطيرة وتضمن التقرر ايضا معطيات اخرى متعلقة بالرطوبة المرتفعة وتساقط الامطار بين الحين والاخر وهو ما من شأنه التأثير سلبا على اداء المنتخب المغربي خصوصا في ظل سوء ارضية الملعب جدرم بالذكر ان بيتة منتخب المغرب ستغادر الى القابون في الثالث عشر من نومبر الحالية عبر طائرة خاصة على ان تعود مباشرة بعد نهاية المباراة من اجل التحضير للقاء لزوتو ضمن الجولة الثالثة والاخيرة من التصفيات المؤهلة الى كأس امم افريقيا 2025 حكيمي ضمن التشكلة المثالية للدورية الخمس الكبرى لشهر اكتوبر يختير الدولي والمغربي اشرف حكيمي ضمن التشكلة المثالية لأفضل اللاعبين في الدورية الخمس الكبرى لشهر اكتوبر الماضي وفقه لمنصة سوفا سكور المتخزصة في تقييم اللاعبين وحصل حكيمي احد ابرز لاعب باريسان جرمان الفرنسي على تقييم 7.95 بعدما قدم اداء مميزا مع الفريق العاصمي خلال الشهر الماضي في منافسة الدورة الفرنسي ودور عبطال اوروبا وضمين حكيمي مكانته في التشكلة المثالية الذي ضمن نجوما من مختلف الدوريات الاوروبية مثل روبرت ليفاندوفسكي من برشلونة وجوتش واكيميش من باير مونيخ وعثمان ديمبالي الزميل حكيمي في باريسان جرمان وشارك حكيمي في سبع مباريات في الدورة الفرنسي هذا الموسم سجل خلالها هدفا وسهم بثلاثة تمريرات حسمة هذه ابرز العناوين اشرف حكيمي يكشف تفاصيل متيرة عن علاقته بمونير المحمدي تصريح تاريخي من مدرب باير مونيخ على ادم ازنو بعد اول مباراة له مع باير مونيخ الضروري حكيمي يستحق الفوز بالكرة الدهبية الافريقية اشتركوا في القناة